وفي جهة أخرى قال رئيس المدير العام المجمع سنة راكتوفيق حكار أقام بزيارة عمل وتفقد إلى منشآت المنطقة الصناعية لأرزيو بولاية وهران حيث تفقد حكار والوفد المرافق له بعض الهياكل الصناعية للمديرية الجهوية لأرزيو كقاعة المراقبة الحديثات الإنجاز والمجهزة بأحدث التكنولوجيات الرقمية ومحطة التكرير لأرزيو ومركز توزيع الغاز الطبيعي لنشاط النقل عبر الأنابيب كما التقى بعد ذلك بمقر نشاط التميع والفصل مع إطاراته موظفية سكة طبيبي الطبي عفوا لسونة راك حيث كانت الفرصة للمسؤول الأول المجمع يؤكد باسمه وباسم جميع العمال عن الشكر والتقدير والانتنان المكمن لهم خاصة خلال هذه المرحلة لتختم زيارة الرئيس المدير العام لمجمع سونة راك بعملية تبرع بمواد غذائية كهبة من مجمع سونة راك إلى سلطات المحلية والتي تدخل هذه المبادرة في إطار تكريس السياسة الاجتماعية والتضامنية للمجتمع أو لبنجمع